القادمة بترى شكل المنافسة مع المدافعين زمايلك ازاي يعني انت معك ايمان اشرف رامي ربيعة ياسر ابراهيم محمود متول والله كنت نستامل المنافسة دي حاجة لا هتزق ايمان اشرف لبرا عشان ايه بعد والله احنا كده كده في حد هتزق لا يعني في المنافسة موجودة في النادي الاهلي من اول من اول من النادي الاهلي انشأ في منافسة على كل الاماكن ودي حاجة صحية لفريق وبالعكس احنا بنتمنى ان اي حد يجي يضيف للفرقة اللعيبة القديمة اللي موجودة انا بقول لحضرتك احنا في خمس لعيبة باننا مش قل من عشر حداشر سنة في الفريق الاول في اكتر وفي اكتر طبعا عشور وإحمد فتحي وكرامي وليد سليمان وسعد سمير ودي المجموع اللي موجودة بقالها سنين يعني فاحنا بنتمنى ان اي حد يجي يشيل في الفرقة ويجي نطلع بالفرقة القدام فاي اضافة طبعا بنتمنى لكن المنافسة موجودة كل واحد يبقى حريص ان هو يلعب حريص ان انا نفس على مكاني مش مقلقك ده ساعد مهون ده خالص انا اهم حاجة بقى سليم يا كابتن اسلام اه دي اهم حاجة ببقى سليم هقدر عمل اي حاجة وحتستنى لغاية شهر واحد علشان بداياتا من شهر واحد ترجع تقيد مرة اخرى في القائمة الافريقية او ده اللي انت عايزه يعني او ده اللي انت هو ده اللي ده اللي يعني ده اللي تقال يعني كابتن بحفيز كان مستلسارتي فقالي ان احنا من الاصابة قلنا تتاخد فترة اكتر وتجهز واحنا انت متشلك مكان عشان خاطر في شهر واحد لازم تبقى موجود انت اضافه وخبراتك في افريقيا وال الحمد اللي يعني بقى لك فترة كبيرة عشان كده مش مستعجل ده اللي خالص اه عدم الارتباطات مش بالنسبة لي لكن طبعا مستعجل بقى لفترة رجعش الدورة يبتدي فبقى موجود في الدورة والدور يا كابتن اسلام برضو مهم مش شرط ان انت بتلعب حتى لو انت مصاب بيبقى فيه دور مهم قط اللبس في النادق اهل يا كابتن اسلام محتاجها نوايات معينة ممكن الناس بيبقى ظهر لها ان ال يعني بركات تشوفه في الحياة غير ما تشوف قط اللبس غير ما تشوفه في الماتش اه كابتن والجوم عكبتن ابتوليكا كابتن سعد معوض الناس دي كلها ففيه ناس اه انا لعبت مع جلبرتو يعني لعبت مع ناس كتير لعبت مع كابتن حد بلال فيه ناس كتير حضرتهم اه لا قط اللبس ليها تقلي في النادق اهل ففيه لعيبة معينة لازم تبقى موجودة بتوجه بتتكلم الفترة اللي فاتت جلنا لعبة كتير جديدة فانت بتبقى محتاجة توجيه ده محتاجة طبعا من الخمس ست لعيبة اللي انت اتكلمت عنها طبعا دول انا بشوف اللعيبة اللي موجودة القديمة عصب النادي الاهلي عصب النادي الاهلي طبعا حاسين بقيمة النادي وتشيرت النادي وعارفين النادي مطلوب منه ايه البطولات دي تيجي ازاي البطولة مش سهل انها تيجي بالذات البطولات الكبيرة فاللعيبة الكبيرة دي عصب النادي الاهلي وده اللي بيميز في لقية النادي الاهلي ان ليها تراس ليها تاريخ دايما انت مش كل سنة معاك 15-20 لعيب جداد لان عشان اللعبة دي تشرب اسم النادي الاهلي وتشرب تشيرت النادي الاهلي بتاخد وقت لان الموضوع ده بقى صعب شوية الفترة اللي فاتت طيب السنة اللي فاتت ناس التريقت تريقت على ايه؟ لكن الاهلي في اخر الدوري كنا فعلا في المركز التلاتاشر اه اه كنا مشغولين بافريقيا كنا اه كان عندنا مباريات موجلة كثيرة جدا وبالتالي وبعد كده التريقت